هل أقولك يا كابتن ياسمين أو أقولك يا بيج ياسمين؟ لا يا بيج ياسمين فرحانة بالاسم ده مبسوطة بيه؟ طبعاً يعني أنت شايفة أنت تستهليه زي بيج رامي كده؟ والله بغض النظر عن كفاح كل حد بس أنا شايفة أن أنا كفاحة 18 سنة وستحق 18 سنة طبعاً عايز عرف أنت إحكايتك بقى من البداية وإزاي وصلتي للشيب ده لأن يعني بصي كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي واللي على السوشيال ميديا شايفين أنه إزاي وصلتي للجسم ده؟ أنت بنوتة وحلوة وجميلة وبعدين أنت لكي صورة وإنتي محجبة ولابسة أخضر وفرش وجميلة كنت عادية جداً زي كذلك أي بنت كنت بالعب جيم برضو بس كنت رساً ما زيتش قوي كنت زي ده 20 كيلو يعني أنت في الصورة اللي إحنا شايفينها قدامنا دي كنت بالعب جيم عادي جداً بس كنت زي بقى لو كنت بالعب جيم زي كنت برضو بعمل لو ركستي في الدراعات شوية هتلاقي برضو أن أنا كنت بعمل ماصلز بس يمكن اللبس مش ببين ما هو دايماً اللبس البناتي ما بيبينش شكل العضلات بس ما كنتش وصلت للحجم ده ما كنتش وصلت للحجم ده طب احكي لي حكايتك من أولها يعني فكرة أن أنت تلعبي رياضة وخصوصاً أنها ما كملتش معاكي زي زي أي واحدة بتروح الجيم صح احكي لي بقى من الأول لغاية الوقت اللي إحنا في ده وانا صغيرة خالص عندي 7-8 سنين وانا أي صورة ببص عليها لحد بيلعب حديد طبعاً ما كنتش شفت لسه سيدات وانت كل اللي بشوفهم رجالة بيلعبوا حديد كانت لسه اللعبة مش منتشرة كل اللي كنت بشوفهم كان بيعجبني قوي شكل العضلات بحب العضلات قوي النفسي بقى زيهم بس عارفة أنه مستحيل زي أي بنت دلوقتي أو ولد بيقول هي مستحيل تبقى ده أنا كنت زيك وزيك في يوم من الأيام بقول أنا لو مدت مش هوصل للشكل ده بس توفيق ربنا لما ربنا بيلاقي بني آدم بيعشق الحاجة مضيح حياته كلها عليها بيتديله خلينا نقول إن ربنا رحمته واسع قوي أوسع من كلام الكتب والتحاليل والدنيا ربنا لما لقاني عايزة ده الدهولي لما لقاني اجتهدت فيه الدهولي ما بتكسفش لما بقول إن أنا بدأت حديد 52 كيلو وكان هدفي إن أنا زيد عشان الناس بتقول عليّ 50 كيلو أنتي بطلة بتاعة الصمال كانوا مسميني تاعة الصمال يعني أنا بشيل لـ 30 يعني أنا ما باجي أعمل أي حاجة بتبقى 30 وبابقى شايفة نفسي بطلة لا بدأت 52 كيلو وزن وزن كنت حاجة البورك أنا تخن مني عظمي كان باين يعليقتي التخن بأن انتي تبقي عضلات كده زي الراجل الفكرة كلها مش مش في كسة تخنة ورفع أنا بتكلم إن أنا مبدأتش ضخمة أنا بدأت الفيّعة قوي كان عندي حلم إن أنا بقى ضخمة وخلاص ليه؟ بحب العضلات وبحب الضخمة أيوة لكن العضلات دي شكل رجالي ما أنا حباها حلوة قوي أنا معنديش مشكلة ومعنديش مشكلة إن أنت تتمرني معنديش مشكلة إن يبقى عندك عضلات بس عضلات ست مش عضلات راجل حلوة عضلاتهم ستات ولا رجلة نتاليا نتاليا اللي جسمها أكبر من البيجرامي ومقطع عن البيجرامي وبطلة عالم حلوة أول أمشي بقى معاكي واحدة واحدة انتي بس خلينا أسألك الأول على حاجة انتي بدأت من سنة كم؟ بدأت حديد 19-10-2004 ده اليوم اللي بسكت فيه حديدة في حياتي يعني انتي تقريبا بقى لك 18 سنة بالزبط 18 سنة 18 سنة بموت في نفسي عشان أوصل لده حلو وصلتي لده بقى لك قد إيه بقى لي مثلا بتاع 3 سنين أو 4 سنين بقى خلاص عملت الفورمة بجد بس ما كنتش قطعت بالمنظر ده يعني كنت عاملة بالكينج جامد عن كده كان فيه فات ومية أكتر من كده قررت بقى أن أنا نزل الفات والمية وأبرز العضل إيه اللي خلاكي تشهرتي قوي كده على السوشيل ميديا رغم أن انتي يعني كان ممكن من السنة اللي فاتت سنتين ثلاثة كان ممكن برضه تاخذت حلو عشان أنا عمري في حياتي ما عملت أي إيميل على السوشيل ميديا غير من 3 أسابيع فأول ما عملت الإيميل والناس شافته طلعت تريند في يوم واحد أنا لو كنت بدأت بدري لو أنا بدور على شهرة كان بقى لي 18 سنة بلعب على الأقل كنت من 5-6-7 سنين بدأت في السوشيل ميديا كان زماني عديت يعني أنت عايزة تفهميني يا سمين أنت مش فرحانة بالشهرة والسوشيل ميديا اللي حوالكي؟ فرحانة بحاجة واحدة بس بجد يعني أنت وشك حلوة علي في حاجة بأمانة بعيدا عن البرنامج أنا لما جيت جات لي مكالمة اللي أنا لعبت 18 سنة عشانها مكالمة غريبة جدا جات لي من حد مش عايزة أذكر اسمه الشخص ده هو أكبر شخص في اللعبة في مصر وهو اللي بيدرب أبطال العالم الشخص المحترم ده اتصل بيه النهاردة قال لنا بسعى أن أجيب رقمك بسعى طيب خلينا نقول أن دي حاجة أكسكلوسيف لقعدة ستات ده بجد ده ليسا دلوقتي يا جماعة مين اللي كلمك؟ طيب ما تقولي رئيس الاتحاد أوه طب ده أنا وشي حلوة عليك بجد أيوة قعدت ستات ووشي حلوة علي بيك يا سمين أكسم بالله أكسم بالله أنت وشك حلوة علي بجد بجد طب الحمد لله أنا دخل دلوقتي وأنا أسعد حد على وجه الأرض بجد طب الحمد لله طب ده خبر حلو يفرحنا وفرحنا عشان جدر قطولك أنت أول واحدة حاببتي ألف مبروك طبعا الحمد لله وإن شاء الله تبقي أحسن حد في الدنيا أنا بقى ما دخلتش عشان الشهرة وما دخلتش عشان التريند أنا دخلت عشان أتشاف عشان زي ما فيه مليار حد مش هيفهمه اللي أنا بعمله ممكن واحد يفهم اللي أنا بعمله وبالفعل حصل طب خلينا أقولك على حاجة أنا كمروة هسألك أسئلة الناس تمام اللي هي كل الناس اللي أنا شايفة على سوشيون ميديا بيتهاجم وهي إزاي عاملة كده وإيه فين القنوس أو فين مش عارف إيه وإيه فين رجالة طيب نمرة واحد أنت قلتلي وبطلات العالم فين بزبط بطلات العالم دول لما بيجوا يتدربوا أو يتمرنوا بيتدربوا بالمعلومات والكتب اللي أنت قلت في الفيديو أنا مش همرم بالمعلومات والكتب أنا همرم بالخبرة طب خبرة دي ممكن تعملي إصابة ممكن تعملي كرسف جسمي تقعدني تعملي عاية هتقعدني في البيت أنا بتكلم بالخبرة أنا على فكرة أنا معايا شهادات معايا شهادات ومعايا دبلومات ومعايا كرنيهات بس مش هي دي اللي فدتني في حياتي دبلومات من إين من EIF ترينر أنا بقالي بتاع 3 أو 4 سنين والشهادات موجودة عن نت معايا شهادات نيتريشن ومعايا شهادات ونيتريشن كمان معايا كل حاجة إيه ده يعني أنت كمان بتعملي كمان نظام غزايل أي حد عايزي تمرن بس أنا بتكلم لما كنت بتكلم على موضوع الكتب والكلام ده أنا يا جماعة بقول أنا مش عايزة أعمل كل المدربين دلوات شغالين بإيه بالكتب بس وعشان يخب أصد خلي بالك أنا النهاردة لما يبقى فيه مدرب بيمرني ويحصل لي حاجة أنا هقول له أنت السبب لأن أنت لخلتني عمل للحركة غلط حلو تمام جدا بس كده بس فيه حاجة فحقهم يتعاملوا بالكتب حلو حقهم يتعاملوا بالكتب ما عندهمش روح للعبة مفيش روح في اللعبة اللعبة تحولت لمادة بس أنا دفعت فلوس عشان أخد بها شهادة أنت هتيجي تديني فلوس عشان أجمع حق الشهادة اللي خدتها أنت فين وأنا فين واللعبة فين وروح العضلات دي فين مفيش الكلام ده أنا عايزة أوصل أن اللعبة دي لعبة روح مش لعبة جسمي بس لعبة روح مش لعبة جسمي بس طب أنا هسألك سؤال برضو أرجع وأكلمك بلغة الناس العادية طبعا مبروك ويا رب تبقى أحسن واحدة في الدنيا وبيج بيج 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 ياسمين وتوتي لخبر حل ولكن خلينا أسألك على حاجة أنت دلوقتي الأنوسة فين يعني أي بنت في الدنيا فرحتها لما تروح تعمل شعرها تلبس حل تلبس هاي هيلز تحط ميك أب حد يقول لها الله شكلك حلو إيه الأمر ده حلو طيب أنت ليه شايلة الحتة دي من حياتك عشان عندي حاجة أهم منها وليه ما تبقيش كده وكده يعني ليه ما تبقيش رياضية وشطرة وكل حالة وتبقية أنسة ومين قال إن أنا لو صحيت الصبح والبست لبس عادي خالص مش أبقى أنسة طب ما هو عادي لو دلوقتي أنت شكلك حابة لك بتاع الراجل مش لك حابة ده ليه أنا أفهمك هو الموضوع أنا مش حابة لك هو أنا ليه وضع معين إن أنا لما بدأت اللعبة ما كانش فيه بنات بتلعب اللعبة ولا ستات اللعبة دي كانت رجالي لما أنا بدأتها عشان هي رجالي عشان هي رجالي عشان هي رجالي وشكلها رجالي وعضلاتها رجالي لا ده ما كانش عضلات هي الجيم نفسه عمتا كان مكان الرجالة بس اللي تخشوا لما أنا بدأت ما كانش فيه أصلا كانت ممنوع إن الواحدة تخش الجيم أصلا هتروح تعمل إيه في الجيم على فكرة دلوقتي بقت ثقافة يمكن الستة كانت بتكسل بسوء طول عمر الجيم ستات ورجال لا طول عمره سدين من 18 سنة والله والله هي الستات ما بتحبش هي الست بتزهق أنا من منطقة شعبية أنا مش من منطقة فيها جمات أنا من منطقة شعبية فممكن لقفيه جم للست وجم للرجال الجم الست ده كان عبارة عن 80 أيروبيكس بس ممنوع تعودي على الأجهزة اوعي لا يطلع لك عضلات طب أقول لك والله العظيم كانت ثقافتنا كده والله العظيم يا جماعة أنا بطمرن بقالي دخله في عشر سنين وما بيطلع لك عضلات ولكن أنا بهند الجسمي يعني اللي هو جسمي عادي اللي هو الأنسة الطبيعية اللي بتشد جسمها جميل جدا وده ما توفى أي ست والأي ست وأنا قلت حاجة يعني قلت حاجة في فيديو وحاجة مقنعة جدا أنا قلت يا جماعة الجم مش بنروحوا عشان نعمل عضلات بس الجم ده حاجة إحنا اللي بنوظفها أنا عايزة خس هخس اللي بيقولوا أن أنا بقول للبنات أنتو تروحوا للجم عشان تعملوا عضلات أنا بقول لهمش نروحوا للجم وعملوا عضلات خالص أنا بقول لها استفادي من الجم الاستفادة اللي أنت عايزها عايزة تبقي كيرفي ابقي كيرفي عايزة تزوتي جسمك من فوق ازوتي جسمك من فوق عايزة تلعبي حديد إلعابي حديد عايزة تلعابي رفع أسكال إلعابي رفع أسكال عايزة تعملي عضلات ما تقوليش مستحيل أعمل عضلات لا هتعمل لي عدلات لو أنت عايزة لو أنت عايزة أنا أكدت تحتي يعمل اليوم مرة لو أنت عايزة طيب أنت يا سمين أنت مش عايزة تبقي كيرفي؟ ما بتفكريش كده أن أنا عايزة أبقى أنسة ومثلاً واحد دي عجب بي ويقول لي إيه الحلاوة دي وشكلك زي الأمر؟ أنا حلمي أكبر من كده وإيه يعني لما يتحقق حلمك وتبقي أنسة؟ أنا حلمي أقف على مسرح حلمي أعمل بطولة وأقف على مسرح ده حلمي هاي زقف على مسرح زي الأبطال اللي بره هم الأبطال اللي بره ده همش متجوزين؟ متجوزين وخلفين وعندهم أحفاد وبيلعبوا لحد النهاردة إيه الأزمة؟ سأكيد محرومين من حاجات كتير قوي في حياتهم برده حلو، بس متجوزين وخلفين خلينا متفقين على حاجة أنا موافقة بكلامك جداً ومش ضدك في حاجة خلص وش بهجمة ولكن خلينا متفقين على حاجة الست ست الأنسة أنسة رائعة وجميلة ومن غير عضلات لماذا أنا أضع لها عضلات؟ بحب العضلات بحبها دول عيالي بحبهم العضلات عيالك عيالي بجد حرفياً شكلاً ومضموناً وموضوعاً عيالي فيه أم ينفع لا تحبش عيالها؟ فيه أم مهما الناس أقول لها عيالك وحشين ينفع تتبرى منهم؟ أنا مينفعش أتبرى منهم دول عيالي دول اللي أنا عايشة عشانهم طب أنت بتحبي؟ يعني فقصة حب بتحبي؟ خالس أنا أحب عضلاتي بس بس عمرك ما حبيتي حد؟ عمرك في حياتك؟ طول السنين ذي؟ خالس طب بتعرضت الفترة اللي فاتت للتنمر على السوشيل ميديا؟ آآة تتارياء كانت تأت بقى؟ ده كل السوشيل ميديا وتتارياء ماذا التارياء بقى اللي تتلت علي؟ يا ود يا بيت آآة مثلاً أنت إيه عايزة تلغي الرجالة؟ نحن نذهب ونخسر المواعين اللي أريد أن يتجوز يا جماعة هي تظهر على العريس وهي هتربي لذلك هناك رجالة خايفة أمر عبين أنا أريد أن أقولك على حاجة أنا أريد أن أقولك على حاجة أنا أريد أن أقولك على حاجة لذلك حالاً وأنا قاعدة في الستوديو وأنت أتفرج على قصة أن تبتعرضيها بتاعة واحدة تتسحل صح؟ هو ده اللي أنا أقوله أنا أقول للواحدة أخليك قوية عشان محدش يقدر يعمل معاك كده أنا معاك في ده مش شرط بالعضلات مش شرط بالعضلات مش شرط بالعضلات يعني إحنا خلي بالك إحنا دايماً بنسلط الدوق على الحاجات السلبية حلو 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 جداً بس أنت مش معرضة وانت ماشي هيحسن معاك كده أكيد حلو بس أنا ده مش معنى أنا يبقى عندي عضلات مش شرط عضلات أنا ما قلتش عضلات أنا بقول أي حاجة للدفاع عن النفس أي مصدر قوة أي لعبة فيها قوة لازم البنت يبقى معاها لعبة فيها قوة عشان تبقى أقدرة توقف ودفع عن نفسها ما تستنىش حد يدفع عنها طم تلعب لعبة فيها قوة على قدها وهي ست بورد حلو يا ريت كل البنات تعمل كده بس أنا مش هعمل كده يعني دايماً إحنا بنشوف البنات مثلاً يبقى يلعبوا سباحة يروحوا الجيم على فكرة الجيم ده حاجة جميلة جداً حلو يعني ده حاجة مفيدة جداً وعمل الجسم اللي أنت عايزاه أنا بروح عشان أعمل عضلات يا جماعة ميزوا بين واحدة دخلة الجيم عادي واطلع لها عضلات وبين واحدة دخلة موتة نفسها عشان تعمل عضلات طب أنا عايزة أقول لك بقى على حاجة عايزة أقول لك على شكوى من بنات كتير يعني قالوا هالي أنا شخصية تمام في تقريباً ثلاثة أو أربعة طفشوا من الجيم اللي أنا فيه ليه؟ عشان خافوا يبقوا زي أو قالوا لي إحنا مش عايزين نبقى زي بيك ياسمين ومش عايزين يطلع لنا عضلات طب ما انتو شايفين اهو إحنا بنتمرم بقالنا كم سنة ومطلع لناش عضلات وعادزين قال لك لا إحنا هنبقى زي بيك ياسمين طب شمعنا هي بقت كده فبدأت البنات خاف من ذكرة الجيم لا أنا بقول لك يا جماعة وأنا قلت للبنات مليوم مرة يا بنات ما تخافوا أنا عمري ما قلت الواحدة ما تروحيش الجيم وعمري ما قلت الواحدة روحي الجيم وعملي عضلات أيوة هم شايفين للوقت الناموزة قدامهم ما شاء الله الله أكبر إن هم قلقانين يبقى عندهم عضلات يا كل واحدة عايزة تبقى يعني أنسة وحلوة يا جماعة البنات اللي خايفين يطلع لهم عضلات دول انتو ما عندكوش حبكو ما عندكوش حب للحديث زي ما عندكوش حب للعضلة زي مش هتعملوا عضلات زي ماء ما أعدتو لو أعدتو مية سنة في الجيم مش هتعملوا عضلات زي لأن ولا هترفعوا الأوزان اللي برفعها ولا هيبقى هدفكو زي ولا هتقطعوا حياتكو على الحديث زي طب انتو مش خايفة على جسمك مش خايفة على جسمك أخاف علي من إيه؟ أنت بتتمراني منك لنفسك صحي كده؟ حانا يعني مفيش ترينر معاك ولا فيه حد بيقولك ولو كان معايا ترينر كل الفترة اللي فاتت دي أنا كنت فشلت ومعملتش جسم طب هسألك سؤال بصراحة بصراحة بتاخدي هرمون؟ خالص إطلاقا أنا مدخلتش جسمي على فكرة أنا صرحت بحاجة وبعدما صرحت بيها محدش اتكلم في الموضوع ده خالص إيه هي بقى؟ يعني أنا بعلنها على الهوى هو إيه هي؟ أنا صرحت إن أنا يا جماعة اللي واثق وبيقسم إن أنا عيالي دول حؤن أنا مستعدية لأي نوع من التحليل أي نوع من الإشعات أي نوع من أي حاجة في الدنيا تمام؟ بس في مقابل واحد أنا مش هعمل دغل في حالة واحدة إيه بقى؟ لما الشخص ده يكتبي تعهد إن أنا هرفع قضية رد شرف على كل شخص وشخصة أهان وعيل من عيالي لا، هو محدش بيهينك لا لا، هو أنا خليني أقولك على نقطة أنا بكتب بقول أهان وعيالي أنا بكتب بقول أهان وعيالي أيوة، أوكي محدش يقدر يهين عيالك لا، كل الناس بيهين كلنا بنحترم عليك وخايفين من عيالك لا، لا، عيالي دول سمين جدا يا جماعة، احنا كلنا هنا في الستوديو لا، لا أحد على فكرة أنت حلوة مثل الأمر أنا هايزة أقولك بس تابع أنت حلوة مثل الأمر الحمد لله يا أنت بنوتة جميلة أيوة، أنا مستغربة طب، أنت لمش شعرك كده وفرحانة من نفسك بطوله، أنا شعري وقع أنا شعري اتحرق من البروتين ووقع كنت شالة موس آه، يعني أنت كان عادة أشكلة ودلوقتي بيطول يعني دلوقتي بيطول أنا سيبهات دلوقتي أنت عاملة ده وانت مبسوطة به جدا أنا أريد أن أرى إزازة المياه يجب أن نرى إزازة المياه بك يا سمين إزازة أيوة، دامبل على شكل دامبل أه، تشرب مياه على الهواء ودخلها بالدامبل يعني حتى يوجد عيل من عيالها عاملة إزازة المياه وتشرب منه هذا إبني أنا لا أعرف أن أقولك ما لكن هذه إزازة المياه تتدرس يعني أنا نفسي كنت فترة كي دخلها الأول بدمبل وقلت لأ، هذا إزازة المياه بك هذه من الأشياء الغريبة خلينا أقولك على حاجة تانية أنه فيه دكاترة كتير برضو شايفين أنه هو إلا بيجي يا سمين وغضاه هي بتاخد هرمونز لا دي بتاخد أدوية لا دي عاملة كذا لا دي عاملة كذا وإنتي جاهزة لأي مدخلة جاهزة لأي كلام لأي نقاش ما عندش أي مشكلة صدر رحب مرحب جدا جدا ويا مرحب بأي حد هينتقدني قبل اللي هيشكر فيها بس لو بأسلوب كويس ما عندش مشكلة خالص يا سمين ما هواش تدريب رياضي خالص ده بلا أي شك هي بتحصل هي ما بتاخدش منشطات بصورة مباشرة لكن هي بتحصل على إينابلوسترويد تيتروتين بيانابول بروفين أعتقد أن كل دي برضو من المحذورات طيب دكتور وليد برضو خلينا أقول لحجرتك على حاجة عشان بس نبقى إيه ما ننساش يعني نمسكها نقطة نقطة ياسمين بتقول أني بتاخدش أي حاجة وحلفت على الهواء أني بتاخدش أي حاجة خالص ولا أعرف الأسامي اللي قالها دي خالص هي حلفت على أنها لا بتاخدش منشطات هي الأدوية ديت هي فيها منشطات ولا باخد دي يا دكتور حتى ولا اللي حددتك قلتها دي ولا أعرف أساميها واللهي ولا باخدها لا يا سندم حضرتك ممكن ما تكونيش بتوضيعها بمطلق أنها منشط مقومة عام ما باخدهاش خالص ما عرفش أساميها هي باينة وظهرة لأن حضرتك حتى التوضيع العظم اللي عند حضرتك وأنا شفت بعض الأحاديث المصورة لحضرتك والنهاردة باتطرق عليك شايف قدي إيه التكتل العظم مش متناسب حالك لو عايزة تلعابي رفع أسطال مش هو ده تدريبات تعطيب أسطال لو عايزة تلعابي كمال أجسام مش هي دي تدريبات كمال أجسام حالك دكتور وليد حالك بتعتمدي على الخبرات المكتسبة من جامانيزيام جنبي كنت بتتفرجي فيه على التدريبات حالك دكتور وليد إحنا يعني حضرتك قلت كذا اتهام دلوقتي لياسمين هي حبة أن ترد لأن هي بتقول أنه أسامي الأدوية اللي حديك ذكرتها هي ما تعرفش عنها أي حاجة وهي حلفة بدأة على الهوى أن هي بخدش أي حاجة وأن العضلات عضلاتها اللي موجودة دلوقتي هي طبيعية جدا ووجدت عن طريق التمرين حضرتك بتقولي هي ما أخذتش منشطات لأنا أتحدى هي اللي بتقول لا ياسمين اللي بتقول لا أنا أتحداها وإذا كانت بتقول أولادها أو بتذكر إن العضلات هم مسبوعة أولادها فأنا أتحداها إن لو عملت تحليل طب أنا عايزة أرد رد هذه الأدوية موجودة في جسمها طب اتفضلت أنا عايزة أرد رد أنا عايزة أرد رد عايزة أرد رد حضرتك تتعاهد دلوقتي قدام الهوى بشرط جزائي عشرة مليون جنيه لو جيت بكرة الصبح حللت معاك وملاقيتش الكلام ده موجود في جسمي طب رد علي أنت واحد بتقسم أو شايف إن أنا بأخذ تيجي معايا الصبح نعمل التحليل ده على الهوى أو على الهوى طب يا دكتور دكتور وليد خليك معايا لحظة واحدة دلوقتي إشان إحنا الكلام إحنا بنتكلم بجد حضرتك معاك حق ياسمين معاها حق ولكن الفايصل النهاردة بفكرة أنه هي بتاخد أدوية أو بتاخد هورمونز الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي التحليل بالضبط طيب هي دلوقتي بتقول لك لو أنا حللت وطلع إن أنا جسمي تماما فيهوش أي نوع من أنواع الهورمونز أو الأدوية مين؟ مليش دعوة بالظاهر مليش دعوة بالظاهر مليش دعوة بالظاهر يا دكتور أنا مليش دعوة بالظاهر يا دكتور حضرتك قلت دلوقتي في حاجة اسمها تحليل بعد إذنك لو حضرتك أو أي شخص على وجه الأرض أنا أعلن على الهوى يقدر يمديلي شرط جزائي وتعهد بعشرة مليون جنيه مقابل إن أنا أزبط ده أنا هنزل معاه بكرة وأنا على كامل السقة ما عنديش أكتر من كده ممكن أقوله في الموضوع مين يا ستي اللي هيتفعل لك عشرة مليون جنيه طب أنا بقوله هو طب طالما مش قادر إنه هو يدفع طالما شخصي مش قادر على تحدي ما يدخلوش ما يقولش ده صح بقى خلاص مية في المية طالما أنت مش قادر أو أنت مش متأكد أنا اللي بعمله غلط أو صحي ده النفسي ده النفسي بردو تياني بخصو على موضوع بص بردو ما فيش فتح ماشي تمام تمام هو هيضبط على فكرة طيب أنا مستعدة للتحليل رد شرفي فين بعد التحليل لتحليل المنشطات طيب يعني حذرت من أخذ هذه المنشطات تسبب الوفاء المفاجئة هي مش عارفة إنها ممكن توصل للمرحلة دي طيب أنا عايزة أسألك سؤال ما بدل من الناس تدفع عشر مليون جنيه وتترهني معاهم ما تعملي تحليل وتنزليه لا ليه ليه أخذ مقابل التحليل ده أخذ مقابل من كل واحد على فكرة أنت سوشال ميديا كلها يعني منتابعك ففيه اللي معاك وفيه اللي ضدك مش هعمل التحليل أنا قلت أنا مش هعمل أنا ما همني ش هزبت لحد أنا همني إن أنا مقتنعة مين الناس أنا مش دخل لزبت لحد يا جماعة أنا مش دخل لزبت لحد حاجة أنا دخل لزبت لنفسي إن أنا عملت المستحيل بوسي ياسمين إنهاردة الشهرة ليها ثمن لا اسمعي مش بصل ده مش بصل ده الشهرة ليها ضريبة الضريبة ايه ان انا النهاردة علشان لبقى مشهورة لازم اقدم للناس محتوى لائق يحتوموني يعني هوا مش انتي بتشجع Irma parts وانانتي قدوة جميلة وقدوة حلوة وقدوة عايزة الناس تبقى نشيطة وتنسل تروح رو أني قلت اني قدوة أنا قلت اني قدوة في حاجة معضل Technology أنا قلت اني قدوة في حياتي أنا قلت أن أنا قودة في حاجة واحدة بس فخبي لحاجة معينة أفني عليها حياتي لحد مما وصل لها أياً كانت إيه هي الحاجة دي بس هي الفكرة في كده أياً كانت إيه الحاجة اللي أنت أو أنت بتسعوا ليها يا جماعة اسعوا وراها وموتوا ونفسوكوا عليها من الشرط الحديد من الشرط العضلات من الشرط الجيم طب أنت قلت في الفيديو اللي أنا شفته قولك مبارح أنه أنا عندي مشاكل في القلب عندي لصابات كتير حقيقة عندي انسداد في ثلاث شرايين ما قلتش انسداد قلت ارتخاء 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 أنا أسفأ في ثلاث شرايين طب الرياضة دي دا لو الواحد يعني دراعه بس اتمزأ ما بيقدرش يتحرك هو دا اللي أنا بقوله وهو دا الفرق بيني وبين أي حاجة ينعب اللعبة دي كيف يعمل كل دا وبتنزلي تلعبي عشان بحب التمرين عشان أنا في اللايفات اللايفات اللي أنا عملتها وصورتها بان فيها أنا كنت داخل الجيم عاملة زي وتعبانة بموت وأوزان رئي وقعت على رجلي أثناء اللايف ورقبتي بوازت وأنت كملت التمرينة من حبي في الحديث أيوة ياسمين هو دا الإصرار واللهي ياسمين بصي أنا محترمة كلامي جدا ومصدق جدا ومشي معاك في الحتوار ما عنديش مشكلة حلو ولكن أنا النهاردة لما تصاب أول كلمة الدكتور يقول هالي رايح خذي أدوية وريحي عشان تقدر يتكملي لأنك لو كملت على كده أنا مش كده أنت بتهلكي جسمك أنا بهلكه فعلا حلو أنا بهلكه فعلا أنت زي بتعملي كده ومكملة وعادي والعضلات طالعة ما هو برضو فيه كلام يعني عارفة اللي بيتكلم باسم عائل عشان بممت نفسي عشان بخش التمرينة حتى لو الفيديوهات اللي أنا بصوت فيها دي أنا مش بستعرض بصوتي ايوا تحب دوت موتي نفسك مش قادرة ما شوفش الضمبل مش قادرة ما شميش ريحة الحديد ده إدمان يا جدعان يعني إيه تشمي ريحة الحديد الحديد البلدي ده بالنسبة لي ليه ريحة أنا الدنابل دي ريحتها بالنسبة لي علاج محدش هيفهم ده مفيش حد هيفهم ده أنا واحدة مدمنة أنا واحدة محتاجة دكتور نفسي حلل إيه دكتور إذا كن يعني دايما الجملة الشهيرة سر قوة المرأة في ضعفها ودايما الرجل بيحب يشوف استيت ضعيفة ضعيفة شخصيا قدامه ضعيفة في قراراتها وضعيفة طريقة كلامها لما يشوفها بقى عضلات زي بيج ياسمين كده لا والله يا بصري هو الرجل القوي يحب المرأة القوية الرجل القوي قوية القوة بتاعت بيج ياسمين أو عادي لا قوية فكرة قوية شخصية طب و لو قوية جسم زي ده ايه المشكلة طب بتقول لك طب و لو قوية جسم يا دكتور لو قوية جسم طالما باسلوب محترم جدا ومش مستخدمة الجسم ده في اي عنف ده ده مجرد شكل هل ده يعيف بحاجة؟ يعني المثل في مصري بيقول لحضرتك ايه كل فولة وليها كيان بالضبط ده اللي انا بقوله ان زي ما فيه رجالة ممكن ترفض ده فيه رجالة ممكن تحب ده ده اللي انا عايز اقوله فيه رجالة ممكن تحب ده مين الرجل اللي ممكن يحب الست المعدل هي الستات مش فيه ده الستات نفسيهم فيه ستات بتحب الراجل المعدل وبتعجب به وفيه ستات بتقول ايه الارض ده ده راجل سواني بس انا بتكلم على العضلات نفسية فيه ستات بتحب العضلات وفيه ستات لا حتى في الراجل حتى في الراجل فيه رجالة بيترفضوا عشان بيلعبوا حديد العضلات العضلات للرجالة لا مين بقى اللي قال طب مين اللي قال إن العضلات رجالة لكي يكون الرجال هو الحماية الرجال يقومون على النساء إيقاف الفاقه بس الرجل سيضربلي اللي سيديقني الرجل اللي هتحامف فيه الرجل ضعره السند مش الست حلو ليه أنا مبقاش ضعره السند نفسي ليه ليه أستنى حد يجي يبقالي ضعره السند لحداً ما الحد داييجي لأني أصدره السند لنفسي خلينا نقول لحد دايما ييجي ليه مبقاش ضعره السند خيف من ايه لكي نكون الأنزمة يا كيف من إيه؟ النهاردة لو أنت جوزتي راجل ودايئك هتضربه على القتوت ولا لأ؟ لا عمري في حياتي ما هلجأ لسياسة عدم الاحترام دي إلا في حالة واحدة لو هو مادي إيده عليّ أها موته لكن لو هو شخص محترم معي عمري ما هفكر أبسله وليها تاني لو فيه راجل ارتبط بيه وقرر أن هو يمدي إيده عليك فيه الأيام هموته هموته هكسحه وخليه مفعش تاني لكن لو ما بيعمل ليش حاجة عمري ما هفكر أبسله وعمري ما هستخدم قوتي عليه